اشتركوا في القناة وحده لا شريك له إقراراً بربوبيته وإرغاماً لمن جحد به وكفر واشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صفيه وخليله خير نبي اجتباه هدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأحثكم وإيايا على طاعته واستفتح بالذي هو خير أيها الإخوة الكرام دعونا نتأمل وإياكم هذه الوصية النبوية التي تكتب بماء الذهب وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمره صلى الله عليه وسلم حين وصى بهذه الوصية قد بلغ الستين من العمر والموصى إليه شاب في مقتبل العمر ما بين السابعة والثمانية عشر عاماً إنه الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه أخذ بيده رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من أجل المودة من أجل المحبة أي شعور يشعر به معاذ بن جبل ويده تلامس يد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله في هذا العمر وقد بلغ آخر سن الرسالة بلغ الستين من العمر أو يزيد يضع يده ويمسك بيده يد معاذ ماذا يقول له يقول له إني لأحبك يا معاذ الله يهن سيدنا معاذ على ذاك الإصطفاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر القصة ليتعلم الآباء وليتعلم الأجداد كيف يأخذوا بلب أحفادهم وأبنائهم إلى الخير إني لأحبك يا معاذ أخذ بقلبه فتح ذهنه وعقله ماذا سيقول له قال لا تدعن دبر كل صلى اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعني كلكم يحفظها ولكن هذا الكلام يحتاج إلى تأمل كل كلمة نطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى تأمل انظروا أيها الإخوة اللهم أعني إذا لم يكن هناك عون من الله لك لا تستطيع أن تفعل شيئا أنتم الآن العاكفون في المسجد هناك أمثالكم في البيوت من الذي أعانكم فأتيتم الله الله جل وعلا هناك أناس عندهم طاعات مخصوصة هذا يصوم الإثنين والخميس من الذي أعانه الذي أعانه ويسر له العبادة هو الله ذاك يقوم من الليل ساعة أو ساعتين وأمثاله ربما في البيت يقولون له كيف كيف تستطيع ذلك من الذي أعانك الذي أعانني هو الله ذلك الذي حبب إليه تلاوة القرآن يقرأ من القرآن كل يوم وأقرانه هنا وهناك وعلى وسائل التواصل من الذي أعانه لقد طلب العون من الله هذا الذي يذهب ويحضر مجالس العلم على صلاة الفجر ويحضر هنا وهناك وأمثاله وربما أخوه الذي في البيت لا يستطيع أن يجلب كأسا من الماء يطلبه من الآخرين من الذي أعانه الذي أعانه هو الله فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ أطلب من الله هذا الطلب اللهم أعني واطلبوه أيضا أيها الإخوة الكرام إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده وأيم الله لو لا الإعانة لما استطاع الإنسان أن يصلي ركعة أما تقرؤون قول الله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا كأنها جبل لا يستطيع لا يستطيع أن يقرأ سورة صغيرة وآخر يتلو الآيات ويتلو السور ويحبرها تحبيرا لأنه طلب المدد والعون من الله عز وجل أيها الإخوة الكرام حديثا نحفظه حديثا نسمعه حديثا ندعوه اللهم عين على ذكرك وشكرك اللهم عين على ذكرك هذه عبادة اللسان هذه عبادة يسيرة عبادة اللسان يسيرة لا تكلفنا لا تكلفك أن تحمل الجبال تقول سبحان الله والحمد لله لذلك لتعلموا أن ذكر الله مسألة توفيق من الله عطاء من الله حب من الله أعيني على ذكرك وشكرك شكر يكون باللسان ويكون بالجنان بالقلب كل شيء في داخلك يتجه نحو من أحسن إليك تريد أن تفديه بنفسك لكثرة ما أزدى إليك من معروف اللهم أعيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك تأمل لم يقل صلى الله عليه وسلم كثرة عبادتك صلي ألف ركعة لم يقلها كثرة العبادة غير حسن العبادة حسن العبادة حسن الأداء أن تتم الشيء أن يكون خالصا لوجه الله عز وجل هذا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم أتأمل منكم وأتأمل من نفسي أولا أن نطبق هذا الحديث قولا وعملا وسلوكا وأخلاقا نبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يعظ هو ابن الستين الرجل الوقور هيبت النبوة ماذا فعل بقول له اسمعها الكلمتين أخذ بيده عندما أخذ بيده أخذ بقلبه أخذ بلبه ثم قال له معبرا إني لأحبك يا معاذ رضي الله عن سيدنا معاذ ابن جبل رضي الله عنه وأرضاه إني لأحبك يا معاذ في رواية كررها ثلاثا لو قلت له لحفيدك قلت له إني أحبك يا فلان إني لأحبك هكذا الرواية في لام التأكيد إني لأحبك إني لأحبك وفي كل مرة يكررها على هامش المقولة أين أسم معاذ في أسماء بني البشر أين أسم معاذ في أبنائنا وأحفادنا هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال له إني لأحبك كثير من الإخوان الكرام بيسألوني لك شو من نسمي تقول له تعال سمي هذا الإسم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحب صاحبه إني لأحبك يا معاذ إني لأحبك يا معاذ إني لأحبك يا معاذ فلا تدعن دبر كل صلاة لماذا دبر كل صلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الدعاء المجاب له مواطن من مواطن إجابة الدعاء دبر كل صلاة مكتوبة أعطيكم خمس أشياء يستجاب فيها الدعاء ما بين الأذان والإقامة ودبر كل صلاة مكتوبة لذلك لما تصلوا ما تغري تمشي حتى ولو كنت في بيتك عد اجلس وارفع يديك إلى الله عز وجل أليس لك حاجة الله قريب مجيب سميع هذا موطن إجابة الدعاء وأيضا دعاء المسافر لأن المسافر يعيش مشقة الله جعل له دعاء مجاب والدعاء من المريض المريض ضعيف وهو قريب من الله عز وجل ودعاء الصائم عند فطره إذا صمت بهذه الأيام أيام الشتاء وصوم الشتاء هو غنيمة باردة ليش الحر يعني ما في حر بلادنا بالشتاء ما في والوقت قريب يعني قليل غنيمة باردة طال ليله فقامه وقصر نهاره فصابح لا تدعن دبر كل صلاة لأن الإجابة إن شاء الله موجودة اللهم أعني على ذكريك هل نحن من الذاكرين هل نلهج بالتسبيح والتحميد والتهليل وتلاوة القرآن إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد في قلوب صدي أيها الإخوة الكرام مو بس الحديد بصدي والباب والغال يحتاج إلى زيت وإن جلاءها لبذكر الله قل له يا رب عيني لأنه إذا ما في معونه ما بيمشي الحال اللهم عيني على ذكرك وشكرك شكر بالقلب وحسن عبادتك أن أؤديها يعني نحن ما ما بيطلع بيدنا نصلي ألف ركعة ولا بيطلع بيدنا أن نصلي يعني مئة ركعة ولا بيطلع بيدنا أن ننصوم كل الأيام ولا بيطلع بيدنا أن ننفق كل أموالنا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أكرر عليكم وصي بكلمات وصي نبوية هكذا عنوان الخطبة تكتب بماء الذهب هي أغلى من الذهب وأغلى من ماء الذهب وأغلى من كل شيء في الدنيا لأنها توصلنا إلى الجنة اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أقول قولي هذا وأستغفر الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة